كلمة واحدة قالها والله لا يغفر الله لك أو والله لن يدخلك الله الجنة فغضب الله لتلك الكلمة غضب الله أن يقول عبد من العباد ويتحكم في خلق الله فلان في الجنة أو فلان في النار كلمة خطيرة أيها الإخوة لا نقولها لا على سبيل الجد ولا المزاح لا نقولها لا على سبيل الاستخفاف والاستهزاء كلمة لا تقال فليس هناك استهزاء ولا سخرية بتلك الكلمة نسمعه كثيرا فلان والله ما حيورد على جنة فلان والله سيدخل النار حتفا فلان تهذا سيدخل كذا ويحكم على الناس سواء يقولها بمزاح أو عن جد فهذا الأمر خطير ليس في دين الله مزاح قال الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون فالأمر خطير إنه لقول فصل وما هو بالهزل فالتأل على الله كلمة توبق دنياه أخرا وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار سبعين خريفا فيهوي بها في النار سبعين خريفا كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم